طبقاً للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولاية كاملة الصلاحيات ويتعلق الأمر بولاية تيميمون، برج باج مختار، ابن عباس، ولاد جلال، عين صالح، عنقزام، توكورت، جانات، لمغير، والمنيعة وفي هذا الإطار عين السيد رئيس الجمهورية السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاتاً على رأس هذه الولايات يوسف بشلاوي، والياً لتيميمون، عثمان عبد العزيز، والياً لبرج باج مختار، عيسى عزيز بوراس، والياً لولاد جلال ساعد شنوف، والياً لابن عباس، وابرهيم عميرد، والياً لعين صالح، مهدي بوشارب، والياً لعين قزام، ناصر سبع، والياً ليتوكورت، بن عبد الله شايب، الدور، والياً لجانات، عيسى عيسات، والياً للمغير، وابو بكر الانصاري، والياً للمنيعة كما تم تعيين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه بصفتهم أمناء عامين بالولاية المذكورة سالفاً عبد الكريم العموري أميناً عاماً لولاية تيميمون، محمد الانصاري أميناً عاماً لولاية برج باج مختار عبد الفتاح بن قرقورة أميناً عاماً لولاية ولا جلال، محمد شلف أميناً عاماً لولاية بن عباس جلالي يحمي أميناً عاماً لولاية عين صالح ربيع نقيب أميناً عاماً لولاية عين جزام قاسي عمران أميناً عاماً لولاية تقورت عبد العزيز جوادي أميناً عاماً لولاية جونت كمال حاجي أميناً عاماً لولاية المغير نور الدين رفسة أميناً عاماً لولاية المنيع